تم تصوير هذا الفيديو وانا صايم بدلا يقول Pauvo وقلت Pauvo فكل مره اقول فيها Pauvo اقصد Pauvo مش احد امتلا هذا راح يكون Pauvo Pro 5G مو هذا هذا راح يكون Pauvo Pro 5G تليفون اليد من سنسرة Pauvo الخاصة بشركة تكنو الموجهة حق اللاعبين وكنت ياهما مع وعد اطلاق الرسمي سنبطل العلبة ونرى التليفون يعطيكم الصح والعافية معكم احمد بوعريك بداية الفيديو اكيد لا تنسونا اهلنا وحبابنا بدعاكم الصالح اصلا الله يثبتتم ينصرهم وفقعوكم يرحمشوا اهدائهم اللهم امين اقل اشي تقدر تسولهم ايها لا تبقى عليهم بدعاك الصالح ولا تبقى علينا من الدعم تأكد انك تتفاعل مع هذه الفيديوات عشان توصل حق اكبر شريحة وتشترك وتفعل جرس التنبيهات عشان ما تفوتك هذه الفيديوهات اليومية وشاركنا رايك تحت من ناحية تنوع المحتوى فاوفو برو 5G لانا انا ما استعملت ولا واحد من اجهزة باوفو من قبل بس استعملت تليفونا التكنو واقدر اقولك ان جودتها تعتبر جدا جدا عالية والي راح يبلك يا هذا التليفون بالتحديد امكانيات ممتازة مو بس حق اللعب حتى حق استخدام العادي لانا من نقاط البيع الاساسية اللي راح تكون موجودة بهذه التليفون راح تكون البطارية اي نعم البطارية طال عمرك راح تكون 6000 ميلي امبير وما لازم تكون لاعب علشان تستمتع بطارية 6000 ميلي امبير فاحس ان هذه الشغلة مع الكاميرا الـ 108 ميجا بيكسل المهتمة جربها مع الشاشة ممكن تعطيك تجارة مستخدم استثنائية حتى لو ما انتك التلعب بسم الله نفتح علبة التليفون وعلى طول كانت تليفون بالوي مع قولتهم نقاط البيع الاساسية فعندنا 6000 ميلي امبير من ناحية البطارية تشحنك شحن سريع 70 واط وعندك 24 رام خلطة ما بين 12 رام فعلي و 24 رام virtual مع 256 جيجا بايت ذاكرة تخزينية عندنا الـ MediaTek 6080 راح يكون 5G غير الشاشة الـ 120 هرتز راح تكون 6.7 بوصة وتدعم لك دقة FHD Plus كاميرا 32 ميجا بيكسل دول تون امامية و 108 ميجا بيكسل كاميرا اساسية خلفية من بد الكاميرات الثانية و راح يكون عندنا هم بعد دعم حق دولبي اتموس مثل ما انت شايفين الاشياء اللي انت تبعها تكون موجودة بتليفون موجه لللاعبين راح تكون مدعومة بس هم بعد بنفس الوقت ملازم تكون انت لاعب مياه السلام علشان تهتم حق هذه المواصفات الاساسية فلغة تصميم الجهاز جدا مميزة بس في شغلة راح رأيكم ياهل تخلين مميزهم بعد زيادة من شغلكم التليفون وضعية الكاميرا تذكرني بالايفون لكن حجمهم موايد اكبر مع الكاميرا الاندي الموجودة هني والخطوط شكل ماله وايد وايد جذاب بالذات مع اللقلاء اللي اعطيك اياها وحركات اللي اتوقع اللاعبين اكثر شي راح يستنسون عليها بالناحية اللقل الخارجي كأن عندك انت هنا براقب فعلية راكبة على شريط من الحديد او المعدن موجود من الخلف اعجبني لغة التصميم المسطحة انا عادة استنس عليها بشكل وايد كبير وما تخرب لي صراحة من مسكة التليفون الحافة وايد حلوة ما راح تكون حادة سنشغل التليفون على ما يشتغل نشوف حجم الشاشة سيكون فيه Pre-Applied Screen Protector ممتاز حجم الشاشة قرابة 6.8 بوصة تدعم لك تردد عادي 120 هرتز و راح تكون اولد او امولد راح يكون عندنا شايف وقدنا بتليفونات وايدة كثيرة انتيال منفذ 3.5 ملي راح يكون موجودة هنا عندك فتحة مايكروفون USB Type-C اكيد شحن سريع مثل ما قلنا 70 واط سبيكر غريل فيزيائي موجود واحد تحت واكيد هم بعد راح يكون واحد ثاني هنا فوق ايام الانفرد والمايكروفون الثاني اما الصوب الثاني هنا راح يكون عندنا مكان حق منفذ الشريحة على طول اشتغل التليفون خلق سوي الى setup شيء يذكر ان الفيديو الطافل اللي عملت لكم اياه حق نظام تشغيلي من مال شركة تكنو قاعدت كاميرا هاي او اس راح يدخلك امور وادي كثيرة لها علاقة بالذكاء الاصطناعي مع تحديثاتهم اليديدة فشيء وايد مهم ان تأخذ انت بعين الاعتبار ان شلون هذا التليفون راح يصير يدعملك مميزات اكثر بناء على تحديث هوائي ممكن يقدم لكها بالمستقبل حافة التليفون مبدئيا متناسقة لا هي الاكبر ولا هي الاصغر احسها مقبولة بالذات بهذه الفيئة سيئرية تأكد مرة ثانية تشوف الرابط تحت علشان تعرف سعر هذا التليفون وقت تصوير الفيديو يدعملك الفيس انلاك بناء على الكاميرا بس هم بعد راح يدعملك بصمة راح تكون اكيد مدمجة بالشاشة انا ما احب اسوي باترنس بس عشان نخلص الفيديو فبصمة اوبتيكل والله الهابتك حلو والله الهابتك مال التليفون حلو ما توقعت صراحة الهابتك انجن مال الاهتزاز وهو قاعد ياخذ مني البصمة وعيد حلو مثل ما قلت لكم راح يكون فيه فيس انلاك بس يعتمدلك على الكاميرا ما فيه فعليا ماسح ثري دي فنسوي بس الفيس انلاك ولكم تو هاي او اس اصدار 14 بيست اون اندرويد 14 ممتاز وهذه يا جماعة الخير واجهة شركة تكنو اذا انت ما تعرفها او ما تجربها من قبل للأمانة ما ينقصها شيء فيها تغريبا كل شيء انت تقدر تحصلها بالواجهات الثانية وفيه شغلات تكون خاصة فيها بس انت اكد مرة ثانية انه اوه فعليا هاي او اس 14 بيست اون اندرويد 14 ممتاز احنا من الشغلات اللي هما قالين تقدر تسويها انك تقدر تضيف الرام راح يكون عندك هم بعد virtual memory تقدر تختار 6 او 9 او 12 بس الشغل اللي انا وايد ابي اراويكم او متلهف ان اراويكم اياها اكثر لها علاقة بالديناميك light effect اهني من الخلف راح يكون فيه شريط LED راح يقدر يتفاعل معاك لما تستعمل التلفون بوضعيات مختلفة وتقدر اكيد تستعمل حق الاشعارات على سبيل المثال بس راح يزيدلك من شلون ان التلفون شكله راح يكون مميز ويختلف فالlight effect تقدر انك انت تخليه يكون شغال طول اليوم او تختار متة تقدر تخليه يكون موجود حق وضعيات الرانيين كامل ثم انت شايفين لما احد مثل ان يتصل فيك يخلي الليتات تصير بهذا الشكل نار نار وشرار او تقدر تختار وضعيات ثانية مثلا نفس alert تقدر تختار flow شوف شلون يعطيه طابع مميز ومختلف عن التلفونات الثانية وان كانت للالعاب عجبتني صافت ان شلون ال LED محصورة هنا فوق ودار مدار هذه العدسة بالتحديد ويشتغل بشكل سموذ سلس ويد ويد حلو تقدر ان تخليها تمشي مع rhythm مثلا الموسيقى لانت تتشغلها فايها تقدر تتفاعل مثلا مع الموسيقى لانت تتشغلها رح يكون عندنا شي اسمه party mode هاهاهاها بعد كاما ذمات تجاه فين يساوي لك حفلة بالاضاءة الموجودة هنا من ورا وتقدر تختارها بعد شغلات معينة حق party mode علشان يقدر يحرك الكالليتات بشكل مختلف رح يكون في ميزة mute one side backup نفس الفكر فيها هنا نفس حركة nothing انه لانت تكفر التلفون وتضع mute لما تضعها على ظاهرة يعطيك الاشعارات من خلال الاضاءة التي ستكون موجودة هنا من الخلف ولكن دعونا على ظاهرة من ناحية الالفا التي ستكون موجودة فعندك ألعاب هنا على طول ستكون بلت ان غير الألعاب الثانية الانت لاستطيع تلعبها بس عجبني ان هذه الالعاب على طول الفا زون موجودة أفلان غيمز ما تحتاج انه مثلاً يكون انت عندك اي نوع من الكنكشن عشان تقدر تلعب بس اكيد مو احسن طريقة عشان تقدر تستعرض عضلات هذا التلفون من ناحية مشتشعر اللمس والليتنسي الاخره رح يشتغل بشكل مناسب انت عندك الحين شاشة تردد عالي 120 هرتز يعتمد على اللعبة مثلاً لانت تلعبها تقدر انك انت تحصل الدعم من ناحية التردد مال الشاشة والحلو في الموضوع انه هو كجيمينج انهانسر رح يقدر يعطيك هم بعض امكانيات عشان تساعد جودة اللعب لماتك لما تيجي تبي تلعب عقدونة قمنا نعد شملون عشان تأكد ان هذا قص غزح وانا حسبي الله ونعم الوكيل شوف شون التراكينج ينشي بالضغط مع صبعي من ناحية التابع هذا مشكلة بالتوتش ساملين غريت مع اللييتنسي وحتى السمناعات مع السماعات صراحة صوتهم يعتبر مناسب من ناحية الصوت في هم تستيريو فوق وتحت استمر في شكل مناسب بل وقت الجد سوف يكون عندك الڭانيس عالو حين تقدر تلعب الألعاب هنا راح يكون عندك مثل ما أنت شايفينش يعطيك بيانات أكثر من ناحية كيف تستهلك من CPU كيف تستهلك من ذاكرة العشوائية حرارة التليفون قوة الإشارة إلى آخره من ناحية إمكانيات التليفون علشان لا متيتها بالتلعب الألعاب بالنهاية وهو حكمه وجهة للعبين فأكيد راح يقدر يعطيك هذه الأشياء ففي شغلات معينة نفس الـ Sound Effects أو Game Status Detection اللي راويتكم ياها تود تقدر تفعلها من ناحية الإعدادات مثل Game Space وهم بعد تقدر تشوف الكاتالوجي اللي هم مثلا حاطيريك أي واحد من اللعاب هذه نفس PUBG تقدر تنزلهم على طول من Google Play Store لكن هم بعد راح تقدر أنك تأخذ معلومات وبيانات معينة حتى كيف تستعمل التليفون فحاليا الـ Control Panel اللي حاطيريكي با دفوت على Equipment Mode إنه هو بوازم بين Performance و Power Saving عشان البطارية وهذا راح يعتمد على اللعبة التي تلعبها فهتقدر أنت تخصصها على كل اللعبة كيف تستهلك مثلا يكون فخلنا نزل اللعبة الحين عشان نعدل الـ Performance نزلنا الـ Space Shooter هنا الحين نقدر نختار مثلا الـ High Performance Mode مثل ما أنت شايفين يتحكم لك أكثر بالفيديو كواليتي و يسوي لك تضحية حق الباتري لايف و يسوي لك تضحية حق الحرارة مثلا ترتفع و الـ Control Performance إذا حطنا على Power Saving سيروح حصوب الثاني تماما من ناحية الأداء فخلاء Performance Mode أما من ناحية الـ GPU الـ Texture Filter سنقدر أنه نخليه يزيد أو يقل بمعني متأكد شنو هو Adjust for Higher Image Quality أو Higher Processing Speed فتختار ما بين أن يعطيك إطارات أكثر أو تختار أن الصورة تكون أفضل خلنا نخليه مثل ما أهم من شركة نفسهم بس نزيد الـ Performance Mode و نبدأ أن نلعب Space Shooter أنا أستانس على الـ Tower Games والـ Space Shooter اللي تكون موجودة على العب وايد أكثر أو حتى Drag Racing Games مرة ثانية تتبع Latency من ناحية الحركة ورا الصبع على طول وهذه يذكرني طبعا لعبة الطفولة للـ Space Invaders ولكن أستانس عليهم لأن أول شيء تقدر تعرف Latency من ناحية الصبع وفيها Intensity وائدة تصير دارما دارك من ناحية الـ Graphics غير أنها تعطيك نفس Graphics من ناحية لما تستعمل على قولتهم Power Ups إلى آخره فأستانس على هذه الألعاب الميانة في حص التليفونات فمبدأيين للأماناتور لا تستطيع تحكم أن تلعب لعبة دقيقتين مبدأيين شكله مناسب ومن شغلت التليفون الآن وقاعد أشوف أنه على قولتهم يستهلك من ناحية بطارية توني طفيانة بارتي مود عشان لا يستهلك وفي نفس الوقت عجبتني شغلة موجودة في فوق بطارية وهو يكتب لك موضوع وموضوع من ناحية السرعة موجودة عندما تشتغل عندما تستعمل مثلا ميزة موجودة في بعض التليفونات وستانس هم يضع لك إذا كنت تريد تطفيها لازم تتعب لكي تطفيها يحسسك أن التليفون سيكون أكثر فعندما يعمل سنرى مرفقات العلبة لأنها شكلها مليانة فأنت عندك هنا كفالة سيكون 24 شهر يعني سنتين عندك فول فاير فور فريدم وهذه واحدة من الألعاب الأكيد ستكون موجودة فتقدر تحملها بشكل مجاني تماما ممتاز وراح يكون عندنا الكتيبات الخاصة فيهم أكيد باللغة العربية كون التليفون مدعوم عندنا في عالم العربي وعندناها بعد يوزر مانيول من زمان ما شفت يوزر مانيول ومرة ثانية ذا كرونك ذا كرونك كفالة السنتين شنو هي الشروط والأحكام مالتهم من شركات تكنو وبعدين نضيلك هنا استيكرات طرع هذا propaganda هذه شخصيات مع команда خاصة على اللعبة التي تقدر تنزلها و نضيك لم إمازم على خلف ما هوظر التصميم أجل من أهم يضحوا لك على خلف أن يجبك ello من جيد بس بنفس الوقت يحافظ لك عليه صلاحة خوش لمسه وبعدين عندنا الشاحن اكيد راح يكون موجود داخل علبة 70 واط مثل ما قلنا شاحن سريع وفي عندك سلك USB Type-C إلى Type-A علشان تشحن وهذه شغلة من زمان ما شفناها سماعة ثلاثة ونص ميلي علشان تقدر تستعملها مع التليفون لما تريد مثل انت بتلعب واخر شيء اكيد راح يكون في عندك تبوس حق السم ejector tool المربع بس خلينا ندخل الحين على الكاميرا شيء انا وايد اهتم له للامانة بالتليفونات ونشوف شلون وضعها الامانة محطة ببالي انه راح تعطيني افضل اداء التليفون مو موجه للتصوير لكن بداية اول ما تشغل تليفون راح يكون عندك وضعيتين ال 1x مع ال 3x معناته وين كاميرا ثالثة اه اوكي كاميرا اساسية 180 ميجابيكسل وكاميرا الثانوية 2 ميجابيكسل وبعدين عندك 0.8 ميجابيكسل حق العزل فعندك ثلاث عدسات بس فعليا كاميرتين تقدر تستفيد منهم امي 8 ميجابيكسل ففعليا كاميرا واحدة تقدر تستفيد منها الامي 8 ميجابيكسل اول مرة صراحي مر علي تليفون في اوكيزلري لنز راح تكون موجودة على العموم خلينا نشوف شلون تشتغل الكاميرا عندك ال option علشان تقدر تبلش انك انت تتصور فنبتت كل يوتيبر اول دي عبد الرزاق بسويها ورلد بس داد برزاقة خنشوف اداء الكاميرا شلون قاعد أجل فدون نغير اي نوع من الاعدادات اللههم شغلنا بس الـ 108 mege Bis 크게 وجهنا الكاميرا واصورناها اوكي مش بطال ما تقدر تستفيد منها بالذاة انا ما لديك غيرها أنا حتى ما أريد Custom فيها تفاصيل منتازة. 108 ميجابيكسل. أكيد ستحصل تفاصيل وايد وايد كثيرة. سنشوف تفاصيل أكثر. نقدر أن نطلعها مثلاً مع المنزل ترك. والله منتاز أن قوة فوكس هم بعد حتى لم تيئة أنت مثلاً تقربها. والروسسيسينج. أوكي. صراحة من بهر. على كاميرا واحدة أساسية. 108 ميجابيكسل. Auxiliary lens 2 ميجابيكسل. لا ستستعمله ويعطيك هذا الشكل الحلو أوكي بس فعليا عندنا 108 ميجا بيكسل فقط فصراحة لأنا قاعد يشتغل بشكل منتاز حتى من ناحية الفوكس دعنا نقول نحين جربنا لـ 3X لأنا قاعد يعطيني الوضعية هم بعد مع 108 شوف شلون قاعد يسوي لي الخلفية قاعد يغبش لي ياها بس إيدي قاعد تهتز أحطتها شيء أنا مؤخرا إيدي قاعد تهتز وائد أكثر صدقون؟ والله في منها فائدة في منها فائدة مثل إذا حطيت 108 ميجا بيكسل ما زلت أقدر أستعمل 3X دعنا نتقط الصورة واو أوكي لا لا انبهرنا أبهرتوننا أبهرتوننا يا باوفو 6 يا شركة تيكناو بس الحين أبي أشوف شنون لان الدول LED تون فلاش رح يشتغل على الكاميرا الأمامية آه قاعد فحطي لك بالإيطار دول LED تون فلاش أبيض وحار وبارد على شأنها ميت تابع تلتقط السلفيز تقدر تحصل فلاش يشتغل بشكل مناسب في حتة كافية 32 ميكا فيكسل بالنهاية الكاميرا الموجودة هنا ما توقعت أنه سيكون بهذا المكان حركة حلوة حطة بالإطار لماذا لا؟ تقدر تخليه آتو عشان إذا كنت تحتاجه أو تقدر تخليه شغال طول الوقت وتقدر هم بعد تختار تبيه يكون أصفر دافي أو تبيه بارد أكثر أو تخليه يكون موجود بالنص وتقدر هم بعد تختارش كثر هذه الإضاءة تكون من ناحية المستوى عشان لما تيت بتلتغط صورة إذا راح أسويه الحين أبي أطفي الإضاءة ماتي نخليها تريب الظلمة ونشغلين نحن الآن الفلاش خلني نلتغط صورة وخنطفي الفلاش عشان نشوف الفرق ونأخذ صورة هل محطة؟ هذه الصورة اللي خذيناها بدون الفلاش وهذه الصورة اللي خذيناها مع الفلاش في فرق من ناحية الحدة أكيد بالذات لما تريد أنت تطالع صوب اللحية فالفل لايت راح يعدل لك التصوير لما تصور بالإضاءة المخفضة ما توقعت ما توقعت أنه راح يشتغل بهذا الشكل أوكي عجبني عجبني صراحة أما من ناحية تخصيص الواجهة المستخدم فراح يكون عندك إمكانيات تقدر تسويها نفس تغير الثيمات من الهاي ثيم ستور بس عجبتني سالفت الفريزر أنت هنا أي تطبيق تقدر تحطه بالفريزر علشان ما يشغلك هي بالخلفية ويستهلك لك من البطارية حركة حلوة أو كي تقدر تغيرها بعد الابيرنس ما للواجهة بشكل أساسي بس خلنا ندخلك على الثيمز مثلا هذا الثيم ستور ما لهم عشان تقدر تغير واجهة التليفون بالكامل تختار واحدة من الواجهات المجانية العديد اللي راح تكون موجودة عندهم للأمانة إذن ما كنت نجرب واحد من تليفونات تكنو وقت مناسب انك انت تجرب لانه يعطيك الأشياء الأساسية بشكل وائد وائد حلو بس ما عندني إذا حطولك option انك انك انت تحط الـ Google Now Launcher للأسف هذا الشيء الوحيد اللي كان ناقصني من قبل لانه فيه swipe down حق Global Search وهم بعد تقدر تخلي انه يكون عندك انت الـ swipe down حق ال Notification Shade او Control Panel ناس ما انت شايفينه هنا وتقدر تحلل ما بينهم لكن افقد سلفة Google Now انه يكون موجود هنا على جنب على اندرويد تقدر تحط لانتشار ثاني اذا انت اصلا مكان عاجبك لكن شاركيني رأيك تحت هل انت مهتم بالتليفون اضع كارتي فيه سأسوي لك علي مراجعة بناء على السعر ماله والمواصفات اللي يعطيك ياها ولا لا تشوف الرابط تفاصيل زيادة مع السعر بالمكان اللي انت موجود فيه متوقع بس سمعنا على طالق سور سلامتكم تعيشون أحمد بعركي ومالله كارين